نعاية في هذه اللحظات كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي كبسايد برحب بك في البداية الله يخليك الحمد لله أعايزين الكلام طبعا في البداية أنت كنت متواجد قبل بعثة النادي الأهلي ما توصل أعايزين نتطمن على كل الترتيبات لإستضافة بعثة النادي الأهلي نفط الحمد لله الأمور كان كويسة طبعا بشكر سيد سيفرني بالحبشي والراجل قدم موجود طيف جدا ورائع جدا والحمد لله الأمور كلها أحسن ما يكون الحمد لله طمنا بعض استعدادات الفريق إن شاء الله مبرار مهمة جدا أمام فريطة خلاص يعني الناس كلها عارفة أننا جئنا النهاردة ودي أول تمرين لنا بكرة إن شاء رحمنها يكون عندنا تمرين في ملعب الرادس إن شاء رحمنها عارفين أهمية اللقاء وصعبته أتمنى يخرج بشكل يلئ به وأنهائي ومبكر بالتأكيد أفريقيا كلها مهتمية به مش على مسؤال أفريقيا بس والعربي كمان يخرج بشكل فني يلئ باسم الندين ومكانتهم وفي إطار طبعا أجواء رياضية سواء كانت في الأمور الجمهرية أو الأمور التحكمية شوفنا النهاردة ساعد ساميري ممكن مشاركش في تدريبات الجماعية عايزين نتطمن على حالة اللاعبين بشكل عام وأيضا على حالة ساعد سامير بشكل خاص ساعد ما فيش حاجة خالص الحمد للهرب عميني ممكن بس كابتا حسن هو شعب أو حسن بعض الإجهات شوية كده فكابتا حسن مفضل إنه هيدله وقت ولائل جدا في التمرين انتفقى لكابتا النسايد إن شاء الله إن شاء الله رحمن طبعا شخصية اللعيبة وتاريخهم ومباراة كبيرة بتأكيد كل أضرعبين ما فيش حدها يبخل بنقطة تعرق واحدة وإن شاء الله رحمن نكون موافقين ونرجى بتقطة أول بيزلة الرسالة الجازة فانية دايما بتتكلم فيها مع اللاعبين قبل مباراة مهمة زي دي خصوصا بعد التعادل في مصر طبعا كنت لا الرسالة هي شخصية النادي يعني اسم النادي ومكانته وفي الآخر تتلعب مباراة كبيرة مباراة مهمة ومباراة صعبة فالمباراة المهمة ومباراة الصعبة يعني بيع فيها قدرات وفيها إمكانيات بالتأكيد لكن حالة التوفيق اللي بتصاحبها في اليوم ده يا رب نكون إحنا موافقين وإن شاء الله رحمن نحسم البطاقة بإذن الله ما عليش تعليقة سريعا على حضور الجماهير في الموران الأخير للنادي الأهلي انت وكنش متواجد لكن كان فيه جمهور غفير جدا كان متواجد أكثر الناس طبعا يهمها وكون في مصلحتها والتواجد الجماهيري بالتأكيد يعني انت بتكلم على حجم وكمية وفهم كمان اللي عند النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي من مساندة ومؤذرة وتشجيع شار رحمن بإذن الله رب نوفقنا ونرجع ببطاقة تأهلونسا كل جماهير مواصر بإذن الله شكرا شكرا ده كان لقاءنا مع كابتن سيد عبد الحفيز